التقى الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الفريق أول كنثما كنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية على هامش متابعة فعليات التدريب المشترك النجم الصاطع 2021 والذي تستمر فعلياته حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التي يحققها باعتباره أرضا خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وأكد الفريق محمد فريد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التي تنفذ يوميا وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية معربا عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحدا من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأمريكية بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب كما قام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب وأشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القتالية والتخصصية عقب ذلك لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع كافة العناصر المشاركة بالتدريب الذي نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة مراحبا بهم على أرض بلدهم الثاني مصر كما أثنى على المستوى المتميز الذي وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التي تم تنفيذها ترجمة نانسي قنقر